اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ عام 2003 لحد الان واجه التعليم كحال كل القطاعات في العراق حالة مزرية جدا من التخلف والاهمال والتدني وصل الحال الى ان كل دول العالم ما عادت تعترف حتى يوجود تعليم بالعراق وصدرت وحوث وكتب كثيرة تحمل عنوان تجريف التعليم في العراق عدد الامين الان باعتراف الحكومة زاد عن تسعة ملايين امي تصرب من كل عشرة تقولوني المدارس الابتدائية ستة يتصربون وكذا الوضع مأساوي الحقيقة لكن كل الحكومات التي جاءت يعني بعد 2003 في ظل الاحتلال والحد الان تدعي غير ذلك وتكذب على الناس وتكذب يعني تحاول ان تكذب على الناس لكنها تكذب على نفسها لان الناس لا تصدق والناس لها الواقع وتشاهد الواقع وتحول التعليم الى يعني تجارة كثير من المدارس الخاصة وكثير من الجامعات الخاصة مشروع تجاري ليس اكثر عموما واحدة من كوارث التعليم في العراق هي انتحانات الوزارية وسرقة الاسئلة ما مرت سنة من عام 2003 لحد الان الا وسمعنا عن فضيحة كبيرة بتسرب الاسئلة وسرقتها قبل ايام ومع بداية امتحانات الصف الثالث المتوسط امتحان الوزاري يعني كان الحديث هناك عن تسرب الاسئلة مطلع تصريح لواحد من اعضال اجنة التربية النيابية يقول فيه علمنا بقيام بعض قنوات التليجرام المشبوهة التليجرام مثل ما تعرفون هي احدى وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية فهو يقول انه علمنا قيام بعض قنوات التليجرام المشبوهة بتسريب اسئلة الامتحانات العامة ومن منطلق المسئولية ندعو وزارة التربية وجهاز الامن الوطني اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق تلك القنوات كونها تتسبب بتشتيت جهود الطلبة وتؤثر على ادائهم في الامتحانات هذا كلام يقبل يعني هي القضية ان هناك قنوات بالتليجرام قنوات التواصل الاجتماعي مشبوهة تسرب الاسئلة ام هي المشكلة ان هناك فساد في كل منظومة التعليم يؤدي لا تسرب الاسئلة هو هذا السؤال يعني من يسرب الاسئلة كيف يتم تسرب انت تبحث عن السبب لو تبحث لي لو تجينا للنتيجة يعني عندما يذهب المريض الى الطبيب لكي يصف له العلاج يجب ان يعرف المرض وبعد ذلك يصف العلاج فتشخيص المرض تشخيص الداء هو الذي يجعله يصف الدواء المناسب الداء مشخص هناك فساد في اجهزة في هذه المنظومة اللي سموها منظومة التعليم والتربية فساد كبير جدا وخراب في كل نواحية في كل مفاصل فبالتالي يبحثوا عن السبب هو هذا السبب وبحثوا كيف تعالجون هذا السبب مو تروح لي انت جاهز الامن الوطني وزارة التربية وعالجوا هذا إجراءات الرادعة هي إجراءات الرادعة الإجراءات الرادعة تتخذ تجاه الفساد فساد الذي تعيشون فيه تعيش فيه هذه المنظومة التي حكمت العراق منذ عام 2003 وحد الآن السنة الماضية ألغيت الامتحانات ألغيت بعض الامتحانات تأجلت بعض الامتحانات وعيدت بعض الامتحانات وقبلها وكثير الآن واحد من إجراءات قطعوا الانترنت يقطعون الانترنت من ساعة أربعة الصباح إلى نهاية الامتحان ما هذا يكلف الآن كل العالم مرتبط بالانترنت هذا يكلف العراقين خسار بملايين الدولارات لكن لا أحد يهتم يكلف حتى الخزينة المركزية خسار بملايين الدولارات لكن لا أحد يهتم يقطعون الانترنت كواحد من أساليب منع تسريب الأسئلة الغش كلام هذا يدل على عجز عجز بتهيئة الشروط المطلوبة المناسبة للامتحانات السليمة للتربية والتعليم السليمة لهذه المنظومة في التربية والتعليم ماكو شروط ماكو مناخ ماكو أرضية مناسبة لهذا التعليم لذلك نحن ليس لدينا التعليم والتعليم تعرض إلى التجريف حقيقة عندما يتحول العراق من بلد خالي من الأمية إلى تسع ملايين أمي والتسريب بهذه النسبة العالية ومستوى الدراسي بهذا الشكل والنظرة إلى الشهادة نظرة حتى إلى صاحب الشهادة نظرة دونية هذه غريبة عجيبة لأن ينظر الآن أي واحد إلى كثير من النواب والوزراء والمسؤولين لا يمتلك شهادات شهادات مزورة وفي أحسن مناصب ومليونير ويأخذ فلوس وعنده ذلل وسافر ويقول لك كان يش يصب الشهادة هذا واقع الحال يعني الكارثة كبيرة وهذا الخلل بالمنظومة نهفزها هناك خلل بنيوي أما تحدثون عن إجراءات قطع الأنترنت جهاز الأمن الوطني يروحوا مذري منه إجراءات رادية ويزهر التربية إجراءات رادية المنظومة خريبة تحتاج إلى تغيير كامل لكي تنظف هذه المنظومة وتعطي شيئا نظيفا وجميلا وبعد ما نفكر لا بتصرف أسئلة أما ما كنا نسمع في يوم من الأيام هناك أسئلة تسرب ما ما كنا نسمع هذا ما لا علاقة بين ضعام سابقه ما كنا نسمع بهذه القضية أما الآن خاصة الوزارية أما الآن بهذه الطريقة كل سنة لدينا حفلة من الأسئلة المسربة وسربها فلان ومدير تربية فلان هذا هذا يدل على أن المنظومة خريبة أن هناك خلل بنيوي وهذا هذا السبب أما تقطع لي الانترنت معرفة شى تسوي تدور أسباب غيرها هذه كذبة كبيرة محاولة للترقيع محاولة للضحك على الناس الضحك على أنفسكم وعلى الناس وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة